مشاهدين الكرام أرحب بكم في هذه الرسالة الرمضانية الجديدة التي يصحبنا خلالها الدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برحب بحضرتك الدكتور في هذه الحلقة وموضوعنا اليوم هو أدب الحوار وحرية التعبير واحترام الرأي الآخر كيف حثنا الإسلام على أدب الحوار وعلى حرية التعبير واحترام الرأي الآخر حتى مع المختلفين معنا أهلا وسلم بحضرتك وبالسادة المشاهدين أستاذ محمد بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديني وبعد أدب الحوار في الإسلام الله سبحانه وتعالى لم يفرضه علينا فرضا قبل أن يعلمنا إياه تعليما حقيقيا واقعيا فنجد الحوار في القرآن الكريم بداية من حوار القرآن الكريم وهذا الحوار الذي دار بين من؟ بين الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم وبين الملائكة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ هذا الحوار ليس بين إنسان وإنسان هذا الحوار ليس بين مخلوقات متكافئة ولكنه بين الخالق سبحانه وتعالى وبين خلقه سبحانه بين المدبر للكون سبحانه وتعالى وبين الملائكة انظر إلى الحوار وقرأ وإذا لم يسعنا الحديث أو الوقت لاستفاء القراءة فيه فليقرأ المشاهد العزيز هذه القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الحوار وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ انظر إلى رقي هذا الحوار ولا أستطيع أن أوصف هذا الحوار لأنه من الخالق سبحانه وتعالى وحاشاي أن أوصف هذا الكلام من المولى سبحانه وتعالى والحوار الذي دار مع الملائكة وما فيه من بديع التصوير في اللفظ القرآني لهذا الأمر في القرآن الكريم حوار الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى نحن بدأنا هذا الحوار ليس بين إنسان وإنسان عادي ولكن بدأناه بهذا من الخالق سبحانه مع الملائكة ثم من الخالق سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين وهو كثير في القرآن الكريم نذكر منه مثال وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هنا سيدنا عيسى عليه السلام يبين لنا التأدب مع الله سبحانه وتعالى كيف نتأدب مع الخالق هو لم يقل لله سبحانه وتعالى ردا على السؤال والله أعلم بما سأل عنه سبحانه وتعالى ولكن الله يعلمنا ويؤدبنا يقول سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك كان سيدنا عيسى عليه السلام ممكن يقول إيه لم أقل ولكن تأدبا مع الخالق سبحانه نزهه عن كل شيء قال سبحانك وهي تشتمل على عدة معاني تنزيه وتحمد وشكر وكل الألاء لله سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي انظر إلى هذا الإسهاب في التأدب مع الخالق سبحانه وتعالى إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآيات وهذا الحوار موجود في القرآن الكريم بصورة كبيرة جدا مع الأنبياء مع نبي الله موسى مع نبينا صلى الله عليه وسلم مع سيدنا إبراهيم وننتقل إلى هذه الصورة الحوارية ولكن قبل أن ننتقل إلى نماذج من حواره صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا ومع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بصفة خاصة نذكر فرقا دقيقا جدا بين الحوار والجدال الحوار انتصار للحق الجدال لو من غير نبي يوحى إليه فهو انتصار للنفس مجادلة الحوار في قصة سورة المجادلة قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما الحالة الأولى كانت جدال لما جاءت سيدة خولة بنت ثعلبة تريد أن تعود لزوجها ولكن تريد أن تأخذ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رخصة لهذه العودة ترجمة نانسي قنقر